قبل ساعات من تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم عددا من الجلسات لبحث التصديق على مرشحي الرئيس المنتخب جو بايدن لفريق الأمن القومي أضحت صحيفة واشنطن بوست أن الجدول الزمني المزدحم للمرشحين أفريل هاينز لمنصب مدير المخابرات الوطنية أليخاندرو ماير كاس لمنصب وزير الأمن الداخلي أنتوني بلينيكن لوزارة الخارجية وجانيتي لين لمنصب وزير الخزانة ولويد أوستن لمنصب وزير الدفاع هو نتيجة تأخيرات مركبة ناجمة عن عوامل عديدة منها إجراء انتخابات إعادة على مقعدين مجلس الشيوخ في ولاية جوجيا كما أدت التدعيات الناجمة عن أعمال الشغب هذا الشهر إلى زيادة إحباط العملية وقد تؤدي محكمة الرئيس دونالد ترامب الوشيكة إلى إبطائها أكثر كما يعقد مجلس الشيوخ جلسة أيضا لمناقشة عزل ترامب قبل ساعات من انتهاء الفترة القانونية لرئاسته للولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر وفي آخر أيام حكمه قالت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس المنتهية ولايات دونالد ترامب يستعد لإصدار نحو 100 عفو وتخفيف أحكام اليوم وهو آخر يوم كامل له في منصبه صرح مصدران بأن البيت الأبيض عقد اجتماعا يوم الأحد الماضي لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة العفو وكشف مساعدون لترامب أن الرئيس الأمريكي كان يركز بشكل استثنائي على عدد من أعضاء حملته الانتخابية لما زيد من النقاش نضم إلينا عبر سكايب من كاليفورنيا دكتور أشرف سينجر أستاذ السياسات الدولية مرحبا بك دكتور أشرف معنا في هذه الجولة من النقاش وأبدأ مع حضرتك فيما يتعلق بجلسة مجلس الشيوخ المرتقبة لعزل دونالد ترامب ما المتوقع من هذه الجلسة دكتور أشرف ويعني لترامب آخر 24 ساعة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أنا أفتكر أن الجلسة دي سيكون فيها صعوبة لتمرير قرار العزل في مجلس الشيوخ باعتبار أن الأغلبية الجمهورية معترضين تماماً لما فيهم مايك بينس اللي طبعاً لحيدير الجلسة وهو أرسل طبعاً قطابات سابقة لنانسي بيلوسي بأن موضوع العزل ده موضوع يعني صعب للغاية لأن فيه مشكلة قانونية كمان في نص المادة 25 اللي بيسترد عليها الحزب الديمقراطي في إجراءة العزل اللي تمت في مجلس النواب هو أنه لازم نثبت أنه رئيس الدولة غير قادر صحياً على إداء مهمه بما يعني نقل السلطة وعدنا أفتكر يعني المضايقة السياسية في آخر دقيقة أو آخر سويعات في حكم ترامب يعني لا يقبلها العزب الجمهوري باعتبر أنه عزب مجروح في الانقسامات التي حدثت داخله بجانب أيضاً أن مازال هناك برضو أعضاء جمهوريين يعني نتحدث عن 11 عضو فقط في الحزب أياده ما توجهت إليه نانسي بيلوسي ولكن هذا الأمر خطر وخصوصاً مع زيارة عرض الميليشيات المسلحة الموجودة في ولايات عدة التابعة طبعاً فكرياً ومذهبياً وعاطفياً للجولان تراب كميراث والخوف كل الخوف بعد 20 يناير أنا أفتكر أدفع بعزي ترامب أود أن أقاطح حضرتك في هذه النقطة دكتور أشرف قلت ميليشيات مسلحة يعني هذا لفظ نادر جداً مستغرب جداً أن أسمعه في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعتقد أنها بالفعل ميليشيات يطلق عليها ميليشيات مسلحة؟ أه طبعاً يا فندم وعلى فكرة هي في الولايات المتحدة موجودة بشكل حتى كمان للأسف شرعي لأن فيه فكر في أمريكا أنه هو الدستور الأمريكي بدي كل المواطنين الحق في حمل السلاح ودي طبعاً ثقافة أنا بعتبرها خاطئة ضرت طبعاً بجرام القتل والعنف اللي بتحصل في أمريكا بشكل كبير حتى في الأوقات البسيطة مش الأوقات العنيفة زي اللي اعنا موجودين فيها ولكن الفكرة القديمة هو ده بيمنع من غزو الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن كل مواطن معه سلاح يستطيع أنه دافعاً أمريكا هذا أمر يختلف من شعب إلى شعب ومن ثقافة إلى ثقافة لكن هل الميليشيات موجودة؟ أه موجودة ومرخصة في بعض الولايات يعني بمعنى أن ممكن أحد الولايات تنتفض على بعض القرارات الفيدرالية وتأخذ قراراً حربياً ضد الفيدرالية أو الحكومة الفيدرالية الموضوع معاقد في دراسة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأمر أصبح خطير الآن لأن الدفع بهذا الأمر سيفتح مجالات لعنف متعدد ومتكرر اللي صوتوا لدونالد ترامب برضو مش قليلين يعني هم بيزيدوا عن 75 مليون وأنا أفتكر أن المضايقة السياسية من نانسي بيلوسي في الدفع بعض ترامب الحرمان وسياسياً في المستقبل هو ده الجائزة التي تسعى نانسي بيلوسي لأخذها اللي هي فكرة أن أنا أمنعه نهائياً ترامب له أخطاء ولكن أنا هنا في كاليفورنيا أدري أقول لك أن دي ولاية دموقراطية التوجه ولكن هناك محبين لترامب إلى الآن في هذه الولاية يعني يرأوا أن ترامب قدم لأمريكا كثير من المنافع والمزايا لهم ففيه محبين لهم فأنا أفتكر أي عضو في مجلس النواب أو شيوخ هياخد قرار ضد ترامب سيخسروا شعبية له كجمهوري في الولايات المتعددة وده النقطة اللي لازم نفكر يعني فيه تحليل المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية المشهد يعني معقد مش بالسهولة اللي ممكن يعني نشوفها من بعيد كده هذا المشهد اللي بتوصفه حضرتك دكتور أشرف ينقسم حوله يعني الأمريكيون أو على الأقل عدد منهم هناك من يرى أنه محاكمة دونالد ترامب السعي إلى عزله ومسائلته قد يقسم المواطنين الأمريكيين يعني أكثر ما هم منقسمين أصلا لكن على الجانب الآخر هناك من يرى أنه تفعيل دولة القانون دونالد ترامب أخطأ حرد من وجهة نظرهم طبعا على العنف على التمرد إذن لابد أن يساءل وأن يحاكم أي الكفتين ترجح حضرتك لتعامل مع هذا المشهد شديد لاحتقان في نهاية ولاية دونالد ترامب؟ يعني هو طبعا إثبات دونالد ترامب بأنه كان محردا على دفع المتعاطفين لأفكاره والمبادئه والمتشددين والمحافظين والبيض طبعا أما يعني فيه معلومات جديدة بدأت تخيف بأن كانت فيه بعض من المسؤولين اللي بيشتغلوا في الوكالات الأمنية أو الأجهزة الأمنية يعني خدوا أجهزات وكانوا مع المحتجين يعني بمعنى موضوع الهجوم على مجلس النواب هو لم يكن مرتبا لعمليات اغتيال سياسي داخل مجلس النواب لأن دي طبع طبعا وضاحة كبيرة كما يشيها الديمقراطيين وننسي بلوسي تحديدا هو فيه تحدث عن اغتيال سياسي كيقدس في أمريكا وارد وبعد 20 يناير لا يمكن يعني ضبط هذه العملية إثبات أن ترامب وراء كل ده تحتاج طبعا إلى تحقيقات وإلى قضاء وإلى محاكم التنكيل بالرئيس كرامس برضو ده مش مربوب في الوقت المتحدة يعني مثلا في واقع ريتشارد نيكسون هو قبل ما يتعمله الامبيشمنت هو طوعية قدم استقالته ولم يحضر حفل التنصيب لأنه أخطأ بالتجسس على الهزب الديمقراطي دونالد ترامب بالآخر دقيقة يقولك أنا ما أخطأتش أنا قلت أن أنا معطاردة على نتيجة الانتخابات وأنها سرقت وعلى فكرة ما حدثش في 2016 في اعتراض على رئاسة ترامب ولأن الديمقراطيين اعتردوا؟ اعتردوا هل ما حدثش أحداث عنف من الديمقراطيين في الشارع؟ حدث يعني أنا قصدي دي لجسي أو مراس للديمقراطية الأمريكية مش ترامب اللي مستحدثها ولكن ربما نبرة التعاطف أو أو فكرة الوطنية الزائدة عن الحد التي يتصل أحيانا إلى الضرر قادر أن أقول أن محبين ترامب أو البيض المتعصبين وهم خطر على أمريكا أنا لا أقول شيء على فكرة خطر على المهاجرين خطر على المواطنين الملونين خطر على الأفريكان أمريكا هل تعتقد أنه بعد انتهاء ولاية دونالد ترامب هل سيصبح دونالد ترامب كرمز ضحية؟ على الأقل في عيون أنصاره ضحية لأنه من وجهة نظرهم كان هناك تزوير في الانتخابات لم تقم الدولة الأمريكية بفحص مطالبهم أو ادعاءاتهم بالتزوير أيضا هناك محاولات لمحاكمته ومساءلته ليس هذا فقط أيضا مواقع التواصل الاجتماعي اتخذت موقفا مشددا منه منعته من التواصل عبر منصاتها فهل يتحول إلى ضحية؟ هل تظهر مظلومية ترامبية حتى بعد أن يرحل من البيت الأبيض؟ أنا أتفق مع حضرتك في هذا التواجه دولارد ترامب أصبح فعلا ضحية يعني هو طبعا ضحية لمستشارينه برضو ولكن أمام الرأي العام الذي انتخبه وهو يزيده طبعا حتى لو قلنا عن 70 مليون يعني مثلا لا هو رقم كبير في أمريكا مش رقم صغير وإلى الآن هم ما مازالوا مقتنعين بأن الانتخابات زورت وصرخت ده رقم كبير مش 10 مليون لا ده أكتر من 75 مليون بقولوا الكلام ده ده الخطورة هل ترامب ضحية؟ أه ضحية طبعا والمشهد مقروقا بهذا الشكل فكرة أن أنا سأساعد ضد الرئيس ترامب لا ده ده أنا فكرة أنا بدي له مزيد من الشعبية أكتر يعني فكرة التصعيد ده بدي له بالشعبية ليه؟ لأن احنا أمام أصبحنا أمام تحدي خطير هو دولان ترامب على فكرة كان دقيق فيه تحدي وسائل التواصل الاتباعي اللي ضرتنا في مصر احنا زمان يعني اللي احنا شربنا منه هم الأمريكاني دلوقتي بدأوا يشربوا منه وبدأوا يتكلموا عنه اللي هي فكرة هيمانة الفيسبوك هيمانة تويتر الانستجرام أصبحت دي حكومة عالمية بدأت تهدد كيانات الدولة السيادية إذا كانت أمريكا في الماضي استخدمت هذه الكيانات فإنها أصبحت الآن تضر بها هل يؤقل أن رئيس دولة يمنع حسابه الذي يتابعه 88 مليون من تويتر والأسهم لتويتر انخفضت بل الآن هناك حديث عن الخروج من تويتر ومن فيسبوك ومن واتساب إلى منصات سوشال ميديا تتبع انجي اوز أو ممكن نقول أنها من خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية باعتبر في أمور رغمناها شركات أمريكية بالأساس أود أن أسأل حضرتك أيضا على قائمة العفو التي بصددها الآن دونالد ترامب أن يقدمها مصادر تقول أنه يركز تحديدا على عدد من أعضاء حملته وكان هناك أنباء على أنه سيمنح نفسه عفوا قبل أن يغادر البيت الأبيض سياسيا ما دلالت هذا التحرك من قبل دونالد ترامب قبل أن يرحل عن البيت الأبيض هو شخصية دونالد ترامب شجعة شوية وعنيت يعني يدي عفو لنفسه أفتكر دي صعبة ولكن ممكن يدي عفو للآخرين باعتبار أننا بنميز بين أن العفو ده يعني سيؤخذ في ضوء مزولة العمل باعتبار أنه ما كانش هناك قصد بخطأ في أداء العمل السياسي أو العمل في واشنطن دي سي ولكن من الصعوبة بمكان أن ترامب يعخذ عفوا إلا إذا الأمر تعلق بحسابات الضرائب بتاعته هنا الدولة لا مش هتتنازل تماما عن كل بني أو كل دولار ممكن يكون مطلوب أن هو يدفعه للدولة ده عقيدة يعني سيلاحق قضائيا على تهم التهرب الضريبي حتى وإن منح نفسه عفوا رئاسيا أنا أفتكر من الصعوب أنه يعطي نفسه عفوا رئاسيا ولكن ربما يكون سيدفع إذا أثبت المحققين في الـ IRS أو الـ Internal Reserve Service أنهم اللي هي خدمة جمع الضرائب في أمريكا أنهم زي أي مواطن إذا تهرب من الضرائب بيقوله لازم تدفع لعليك وده يعني أمر عادي أن هو يدفع يعني مش تبقى جريمة اللي يزم تنع طبعا مع الإثبات ده الأمر الوحيد اللي أنا أتوقع فيه لأنه ممكن دونالد ترامب يحاسب أو يسأل عليه لكن من الصعوبة في مجلس الشيوخ أن هما يدفعوا بمساءلة ترامب لأن الموضوع متأجج في المتحدة الأمريكية على فكرة أنا لم أرى أمريكا يعني أنا أنه 18 سنة في أمريكا الآن لم أرى أمريكا بهذا القلق وهذا التوتر كما أراه الآن يعني الموقف سياسيا مشتعل مع اشتعال الكوفيد 19 فالموضوع من الصعوبة أن هما يقدروا ياخدوا إجراءات سياسية ضد ترامب إلا سيكون قد فقدوا الرشد فليقدم بايدن رسالته ويبدأ بتجهيز طبعا مستشاريه ومسؤوله لإدارة المشهد مشهد خطير عوضا عن البحث عن دونالد ترامب وقتله سياسيا نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف سينجر كنت معنا عبر سكايب من كاليفورنيا أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا لحضرتك